اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الهوية التجارية على برنامج وورد في هذه المحاضرة راح نصمم عنصر مهم جدا بالتصميم التجاري ألا هو وصفة الطبيب أو الراتشيتة طيب الراتشيتة هي الورقة اللي يكتب بها الطبيب العلاج وطبعا هي كلمة تركية معناها وصفة أو قائمة طبعا عادة ما يكون حجم الراتشيتة هو A5 وتكون عمودية طيب من تخطيط الصفحة الحجم نجي إلى أحجام الورقة الإضافية راح يكون العرض 15 سنتيمتر والارتفاع راح يكون 21 سنتيمتر ثم موافق جيد الآن راح نعمل تصميم بسيط للراتشيتة طبعا من إدراج أشكال نضيف شكل مستطيل طبعا يكون على كل الورقة بالعرض وطبعا من اللون راح يكون أحمر مخطط تفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي جيد طبعا ممكن يكون بهذه المنطقة الآن نكليك أيمن وطبعا تحرير النقاط هذه النقطة راح نرفعها إلى الأعلى بهذه المنطقة تقريبا وطبعا راح نقوس بهذه الطريقة راح نقوس الشكل هذه الطريقة ممتاز الآن هذا الشكل راح نستنسخه كونترول سي كونترول في وطبعا راح يكون لونه أسود ورح يصعد بهذه المنطقة جيد وطبعا هذا الجزء اللي بالأسفل راح نستنسخه أيضا جزء الأحمر كونترول سي كونترول في ورح نمطي لون رصاصي مثلا هذا اللون وطبعا راح نخليه بهذه المنطقة وطبعا ارسال إلى الخلف بعد ارسال إلى الخلف وطبعا يصعد بهذه الطريقة وكليك أيمن عليه تحرير النقاط طبعا هذه النقطة راح نرفعها بعد إلى الأعلى بهذه الطريقة طبعا لا بأس هذا الجزء الأحمر أيضا تحرير النقاط أيضا نرفع هذا الجزء بهذه الطريقة جيد ممتاز الآن أصبح عندنا هيدر أو رأس الراتشيدة هيدر جميل جدا الآن راح نضيف دائرة وطبعا هذه الدائرة راح نضيف بها صورة صورة بسيطة هذه الطريقة طبعا لا بأس أن ننزغرها قليلا وطبعا هذه الصورة راح تكون بإطار أسود لون الإطار أسود وطبعا الوزن نختار فد وزن سميك وتابعة الصورة راح نختار صورة ممتاز الآن راح نضيف البيانات طبعا من إدراج مربع نص رسم مربع نص نكتب الدكتورة الإختصاص طبعا من الصفحة الرئيسية راح يكون على اليمين وطبعا عربي ورح نختار فونت مثلا الجزيرة بولد وطبعا باللون الأسود من تنسيق مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وتعبئة بلا تعبئة طبعا راح تكون بهذه المنطقة نستنسخ هذا النص ونكتب اسم افتراضي لا على التعين هي شي اسم عشوائي مثلا فاطمة محمد يوسف وطبعا نكبر النص ورح نختار لون أحمر طبعا لا بأس إنه هذا الجزء يكون ريقلر طبعا ممكن يكون الحجم 20 مناسب ممتاز طبعا نكتب هنا شهادة مثلا ممكن نسائية رعاية حوامل طبعا الوزن راح يكون بولد بهذه المنطقة ممكن هذا النص يكون أكبر ممتاز الآن راح نضيف خط بهذه الطريقة طبعا هذا الخط ممكن يكون من أحد هذه المنطقة طبعا يكون لونه أحمر الوزن مثلا بهذه الطريقة لا بأس إنه يرتفع إلى الأعلى طبعا الآن راح نضيف تفاصيل المريض هذه الطريقة اسم المريض طبعا راح يكون فراغ للإسم وهنا العمر وفراغ لكتابة العمر طبعا من الصفحة الرئيسية وتباعد الأسطر راح نكتب هنا صفر بوينت ثمانية ممتاز طبعا راح نستنسخ هذا النص هنا وراح نكتب التاريخ مثلا عشرين فراغ طبعا أول مرة ممكن نعكس الاتجاه نكتب عشرين فراغ فراغ ونكتب هنا التاريخ مثلا بهذه الطريقة طبعا نخلي بهذه المنطقة ولا بأس أنه نزيد في مساحة النقاط جيد هنا هذا النص نفسه راح نستنسخه هذه هي الطريقة وهنا راح نكتب Rx نختار فونت مناسب جيد الآن bold هذا الفونت هذه هي الطريقة وطبعا راح يكون لون الخط أحمر جيد الآن راح نضيف علامة مائية طبعا من تصميم أو تخطيط الصبح هذا كان إصدار قديم علامة مائية علامة مائية مخصصة صورة العلامة المائية وراح نضيف علامة مائية نفس الصورة تطبيق نشوف العلامة المائية ممتاز الآن راح أضيف هذه الصورة كعلامة مائية طبعا من إدراج صورة هذه الصورة راح أضغط عليها click a من التفاف النص أو من تنسيق التفاف النص راح تكون خلف النص طبعا راح نكبر الصورة هذه هي المنطقة ومن تنسيق راح نجي إلى اللون راح نختار لون باهد مثلا هذا اللون ممتاز ممكن تصغر قليلا لا بس نكون بهذه المنطقة طبعا الآن راح أستنسيق هذه الأشكال جميعا يعني أكبر الشكل الأسود وأضغط shift الشكل الثاني والشكل الثالث راح أستنسيق control c control v كليك أيمن عليهم تجميع وطبعا راح أعكسهم يعني ممكن أعكسهم ممكن أدورهم بهذه الطريقة وراح أخليهم بهذه المنطقة وبهذه الطريقة ممكن ينزلهم إلى الأسفل بهذا الشكل طبعا بالأسفل راح أضيف العنوان هناك مع رقم التليفون بهذه الطريقة ممكن لون أحمر وطبعا لا بأس أنه نستنسيق هذا مربع النص اللي بالأعلى نكتب مثلا العراق بغداد قابل سنتر مول مثلا عنوان وهمي وطبعا ممكن يكون 14 العنوان ولون الخط أبيض طبعا راح نستنسخ النص مرة أخرى ونضيف مثلا أرقام تليفون هيتشلا على التعيين أرقام وهمية مثلا ممكن نطيهن توسيط بهذا الشكل طبعا ممكن نحذف هذا الشكل لا بس إنه تكون هذه الأرقام نجرب أنه تكون باللون الأحمر أيضا جميلة بدون هذا الشكل نحدد الشكل الأول والشكل الثاني ممكن يرتفع هذا الشكل إلى الأعلى بهذه الطريقة ممكن الأرقام تكون بولد لا بس تكون كفكرة جميلة أو ممكن تبقى بنفس الوزن لاحظ أنه صممنا وصفة طبيب راتشيتا احترافية جدا وسهلة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى